سائلة من قسنطينة تقول هناك رجل سكن قلبي هذا سكن قلبك لأنه عنده أزمة سكن ما صاب شون يسكن مسكين على بياف تحت قلبك عاك تحلي في أزمة السكن انتهي مليه حق ده الخدمة تنقص على وزية السكن سيتب بون كل رجل يسكن في قلب إمارة وانا حلنا أزمة السكن سائلة من قسنطينة تقول هناك رجل سكن قلبي فهل يجوز لأن أدعو الله تعالى باسمه أن يجعله من نصيبي نعم يجوز يا أختي يجوز لك تدعي ربي أن يكون من نصيبك إن شاء الله أدعي ربي إذا سبق في علم الله أن يكون من نصيبك فسيكون من نصيبك وإذا لم يسبق في علم الله فلن يكون من نصيبك ولكن توقفي عند الدعاء توقفي عند الدعاء يعني أدعي ربي وحبسي مش يتبدأي بالأسماسات والتتعرضي والمشاكل والمطاردات لا أدعي ربي سبحانه إذا استجبلك ربي أو يجيك بالحفا وإذا أسبق في علم الله أنه ليس من نصيبك فلن يكون من نصيبك هذه بليحة الوزير السكن هذه رجل سكن قلبي كي كنا صغار كانوا يقررون وطني وطني فيه السكني وكي كبرنا أغلب الناس عندهم السكن وينا يدي وطني وطني فيه سكني حسبونا الله ونعم الوكيل